اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بفضل التعليم الجيد اللي كان عندها والفضل ترجع للأسرة ديرها اليونانية اللي كانت أسرة غنية اليونان على العموم أنا دا كانوا أقلية في الإسكندرية ولكن كانوا أغنية والأب ديرها اللي كان فيلسوف وعالم أو أستاذ الرياضية الفيلسوفة هباتيا اشتعرت في التاريخ مش بالعلم الفلسفي والرياضي أو الفلكي ديلها ولكن بالنهاية المأساوية ديلها النهاية اللي كانت على يد مسيحيين متعصبين اللي يحكى أنهم قطعوها الأطراف قطعوها طروفة لأنها أولاً كانت مرأة وتانياً لأنها كانت ما كانتش مسيحية ما كانش يتعتقدت بالديانة أصلاً لا يهودية ولا مسيحية ولا الثقافات اللي كانت أنا داك نشوفوا الظروف اللي عاشت فيها الفيلسوفة هباتيا مئة سنة قبل ما تزاد هباتيا كان واحد كان واحد القيصر كان واحد المالك تحكم البلاد أنا داك اسميته قونستانطين الأكبر أو كونستانطين الأكبر تزاد ما بين مئتين وسبعين ومئتين وثمانية وثمانين بعد الميلاد كان مسيحي ولكن كان أعطى الحرية العباد الله يختاروا اللي يبغاوه مسيحية، يهودية، ثقافات أخرى هندية، إفريقية، ما كانش عندهم مشكلة تماماً لكن مئة عام من بعده وفي الوقت اللي غدت زاد فيه الفيلسوفة هباتيا جاء واحد الحاكم آخر اللي اسمته تيودوسيوس تيودوسيوس كان مسيحي ولكن ما اسمح بتشي حاجة أخرى من غير المسيحية ورغم أن الإسكندرية كانت مدينة يعني فيها فيها يونان، رومان، أفارقة، هنود، عدة ثقافات ولكن في العهد ديال تيودوسيوس كانت عباد الله تتخاف، كانت تتخزن الديانة ديالها والثقافة ديالها وفي هذا الوقت بالضبط برزات الفيلسوفة هباتيا كانت السادة، قررت في أحسن جامعة آنذاك في الإسكندرية، مكتبات الإسكندرية، ما كانوش كتوبة في ديك الوقت كانو فقط مخطوطات كانت تدير نقاشات كثيرة، يعني الكتب ديالها موصل لنا، موصل لنا، تقولوا بأنهم كتبات 13 كتاب، ولكن مهم لحد الساعة ما موصل لنا ولو، ولكن اللي مكتوب عليها بأنها كانت تتقوم بحوارات، مناظرات، مع الفلسفة أخرين، مع أفكار أخرى تبنت الفكر الأفلاطوني في الفلسفة، وفي علم الرياضيات اهتمت بديوفونتوس، واحد العالم الرياضيات اللي كان قبلها، اللي كانتها هو في الإسكندرية المشكل اللي شكولي ذلك المشكل هو تبني أفكار أفلاطون، أفلاطون اللي كانت يقول بأنه ما يمكنش إنسان عادي، إنسان يكون فيلسوف هو اللي يحكم، هو اللي يسير الأمور فهي ما كانش تتعتقد بالدين، ولا بالراجل الدين، هو اللي يسير الأمور الدنيوية الهيباتيا وصلت لدرجة أنها تتقري جميع العلوم اللي كانت متوفرة آنذاك، ووصلت لدرجة أنها ولات عندها دور قيادي في ذيك الجامعة وكانوا الرجال فلاسيفة ولد الرياضيات ولد الفلك كانوا تخافوا أنهم يتنقشوا معها لأنها كانت تدكية وعندها شخصية قوية تسميها أيضا في التاريخ من أفضل النساء اللي يروى عنهم القليل، ولا عنهن القليل وللأسف انتهت بسبب الأفكار اللي كنتت بالنهاد، انتهت على يد المسيحيين المتعصبين أنداك في الإسكندرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر